صلاة التراويح ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في اللغة ليفتد فيها ويهلك الحس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بطغاء رضا الله والله رؤوهم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عسيس حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زينا للذين كفروا الحياة الدنيا ويصخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين وأن سلمعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والضراء وزلسلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم انقتال وهو كله لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كتب عليكم انقتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين يبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهده منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يسألون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت هو كافد فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هادلوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يردون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالتهم فيخالكم الله يعلم المفسد من المسلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض كله أذى فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطخرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حاس لكم فأتوا حاسكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغي في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يخلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عسموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمتلقات يتربصن بأنفسهن سلا تتقروا ولا يحل لهن إن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن رادوا إسلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجا والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخوفا لا يقيما حدود الله فإن خفتم من لا يقيما حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح سوجا غيرا فإن طلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلب نفسا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنسر عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينجحن أسوجهن إذا تراغوا بينهم بالمعروف ذلك يوعز به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رسقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالدات مثل ذلك فإن رادا فصولا عن تراد منهما وتشاور فلا دناها عليهم وإن ردتم أن تستردعوا أولادكم فلا دناها عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يضربصن بأنفسهن أربعة أشفرين وعشرة فإذا بلغنا جلهن فلا دناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا دناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنانكم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعسبوا عقدة النكاح حتى يبدو الكتاب أجلا وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم لا جناها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنست ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للدقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصروات والصلاة البسطى وقوموا لله قادتين فإن خبتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزوجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناه عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف هو الله عسيس حكيم وللمتلقات متاع بالمعروف حق على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط لنستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحب بالملك منه ولم يبت سعتا من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر من مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مغتريكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وتاب الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ورمريم البجنات وإيدناه بروح القدوس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البجنات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرِجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ لَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِذُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعى فلسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لأن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتا الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المضرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى تعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجاعدك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اللهم اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه معظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربهم ولا يذخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمن الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فنيؤد الذي ائت من آمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنهم آثم قلبه والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألفنا مميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التغرى والإنجيل من قبله دل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز حكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويلهم إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب الله سمع الله من الحمد الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اللهم 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 السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط ونستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كده بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا سدغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئتهم تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنقرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المهاب قل أونبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اقتنف الذين موتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للنذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله سمع الله 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 Allah شكرا 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وقائم يصني في المحرى بأن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي ظلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتيني ربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء غيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ ينقونا قلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كآية الطير فأنثق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والنبرص وأحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواري ونحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الله سمع الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق لربك فلا تكن من المترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز حكيم الله عزيز 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 حكيم شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضب عليهم ولا الضالين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نسرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تونوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفنا تعقلون ها أنتم هاؤناء حاج لكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حريفا مصرما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم لنذين اتبعوه وهذا النبي والنذين آمنوا والله ولي المتقين ود الطائفة من أهل الكتاب لن يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون الله 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 رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين يا أهل الكتاب لم تنبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزن على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي اعتى حد مثل ما متيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم يختص برحمته من يشاء الله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمالهم ثمرا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يومي الله الله عزيز 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 أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أن تنصمون وإذ أخذ الله ميفاق النبيين لما آتيتكم من كتاب محكمة ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون ولهم أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله سمع الله ممن حمد أموال الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم نعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالبين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن لم نبين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبهم ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم